مرة اخرى تقرع اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ناقص الخطر وتؤكد ان حجم الانتهاكات الصحفية في اليمن جاوز حدودا لا معقول واصبحت حياة الصحفي في مرمى الموت والتعسف والقهر ومن جهات عدة فالصحفيون في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية لا يستطيعون العمل بل لا يأمنون على حياتهم فالصحافة اضحت تهمة رمت بحياة الكثيرين الى ما وراء القطبان الوضع لا يختلف كثيرا في العاصمة المؤقتة الخاضعة لسيطرة الاحزمة الامنية التابعة لدولة الامارات التي تمارس القهر والانتهاكات وتكميم الافواه حتى ان مجرد الحديث عن دور الامارات في المناطق المحررة اصبح تهمة تستوجب الاسكات وبوسائل شتى من ضمنها المنع من الظهور في وسائل الاعلام واحيانا الاختطاف والسجن والتهديد بالقتل وامام هذا الوضع كله لم تستطع المنظمات الدولية عمل شيء يمكن ان يكون له تأثير ينعكس بالايجاب على الصحافة والصحفيين اقصى ما استطاعت تقديمه هو البيانات والمناشدات التي لا تحدث فرقا في وضع كاليمن وبينما اللجنة الدولية تحذر وتستنكر تعلن الميليشيا اليوم بدء جلسات التحقيق مع عدد من الصحفيين المختطفين لديها في العاصمة صنعا منذ اكثر من ثلاثة اعوام اهالي المختطفين يقولون ان الميليشيا تقوم بتلفيق تهم باطلة على ابنائهم تمهيدا للحكم عليهم وتؤكد ان ما يحدث هو جريمة ترتكب في العلن